في الإسكندرية كمان في حاجات لذيذة قوي بتحصل بجانب الجو أكيد في دلوقتي كويس في كمان بتم تنظيم مسابقة مميزة مع دخول موسم الصيف كمان بالتزامن مع احتفالات بالعيد القومي للمحافظة المسابقة دي مختصة في مجال التصوير الفوتوغرافي لشواطئ الإسكندرية يعني المسابقة إنه مين هيصور الشواطئ أحسن؟ طبعا والشواطئ إسكندرية كلنا عارفين كل شاطئ ليه يعني مش ذكريات أفلام تصورت أماكن أجيال بتسلم أجيال حول كل شاطئ وكل شاطئ يمكن بيحمل شخصية بعنا مع أول يوم للإعلان عن مسابقة التصوير الفوتوغرافي لشواطئ الإسكندرية كان فيه إقبال كبير جدا من عدد من المصورين الموهوبين وصل عددهم لغاية دلوقتي لـ 58 متسابق في يوم واحد خلالنا نتعرف على تفاصيل المسابقة دي بصحبتنا دكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمدينة الإسكندرية صباح الخير يا أستاذ عبد الرازق من ورنا في صباح الخير يا مصر صباح الخير يا فنن صباح الخير على حضراتكم صباح جميل من محافظة جميلة زي محافظة إسكندرية صباح الخير على أهل مصر كلهم شواطئ إسكندرية عايزين تصوروها تصوير فوتوغرافي تفاصيل المسابقة إيه؟ مين اللي بيخش؟ الكادرات اللي انتوا طلبينها إيه؟ متوقع أن أفضل الشواطئ اللي يتم تصويرها إيه؟ تكلمنا شوية تفاصيل كده بعيدا عن الرسميات يعني تمام تمام طبعا يعني إحنا على طول في محافظة إسكندرية بنحب نطلع بأفكار جديدة نحب نطلع بإفنتات جديدة في الإدارة المركزية للسياحة والمصائف عادت مع زميدي مفكر إحنا ممكن نعمل إيه؟ الصف ده جديد كده جات لنا فكرة إن إحنا إزاي نبرز جمال شواطئ إسكندرية بعيون الفنانين المحترفين عادي إذا أقول له حضرتك طبعا تعرف حركة تصوير الفوتوغرافي ومصورين الفوتوغرافيين بيبقى ليهم نظرة مختلفة بيبقى ليهم إمكانيات في العدسات مختلفة في التصوير فبيطلعوا حاجات مبهرة فعشان كده إحنا قلنا نعمل نطلب مسابقة سميناها بلوسوار وهقول له حضرتك ليه سميناها بلوسوار بعد كده نحن نصور شواطئ إسكندرية تحديدا تصوير فوتوغرافي ومسابقة المسابقة مفتوحة للجنسين لجميع الأعمار السنية ما عندناش أي شروط هي مجانية لاشتراك فيها مجانا ده كان من خلال لجنة إشراف محترمة وعلى أعلى مستوى الفنان الدكتور خالد هن والفنان التشكيل الكبير الفنان الدكتور علاء الباشا أستاذ الدكتور في كلية الفنون الجميلة الفنان الدكتور ولاء بلال كلية تربية نوعية هي لجنة متخصصة جدا عشان تساعدنا في اختيار الأعمال وفي إزاي أن طلع المتسابق الأول والثاني والثاني ما عندكوش أي شروط بمعنى أنه يعني بجد ما فيش أي شروط خالص يعني حتى ولا أنكو تختاروا الشواطئ معينة يصوروا فيها فيش أي نوع من أنواع الشروط ما فيش شروط خالص المسابقة مفتوحة بالكامل من خلال التسجيل على جوجل فورم احنا منزلينه من خلال الصفحة الرسمية للإدارة المركزية للسياحة والمصائر حطين كل شواطئ اسكندرية 65 شواطئ نزلين في الجوجل فورم دوت بيختار كل متسابق الشواطئ اللي هو عايز يصوره احنا عاملين كده إتاحة لجميع الناس والجميع الأعمار والجميع الشواطئ عشان ما يتقاش فيه أي قيود احنا حابين الناس نشترك حابين نزلزر جمال اسكندرية وشواطئة أنا فهمت من كلام حضرتك أن دي أول مرة تعملوا فيها المسابقة دي صاح؟ بالفعل فنم هي أول مرة تتنظم هذه المسابقة وأما عرضنا على معالي الوزير اللي هو محمد شريف محافظة اسكندرية تحمس جدا جدا للفكرة وبأمانها فعلا هو داعم لكل ما هو جديد في محافظة اسكندرية طب قل لي بقى الخمسة وستين شاطئ دول أبرزهم إيه يعني لو أنا من القاهرة حفتكر عدد قليل لكن أنت بتقول لي خمسة وستين أنا أعتقدت أنهم حاجة وعشرين حاجة وثلاثين خمسة وستين شاطئ فعلا في اسكندرية؟ إحنا عندنا خمسة وستين شاطئ بالفعل اللي فيه محافظة اسكندرية أبرزهم بقى أبرزهم الشواطئ البروفيج شواطئ السلبي شواطئ المندرة شواطئ المندرة شواطئ بحري وجمال شواطئ بحري بالمينة الشرقي في القطاع الغربي شاطئ الهانوفيل شاطئ البطاش شاطئ 6 أكتوبر طب إيه بقى شعار بلسوار؟ بلسوار إزاي جدت كلمة بلسوار والفكرة بتاع التسمية إحنا كان عندنا زمان في التراث السكندري على الشواطئ بلسوار بلسوار ده كان عبارة عن قارب خشبي مستطيل الشكل ليه مئداف واحد كان بيقف عليه المصطف وبيأدف ويمكن يعني اللي يرجع بالزمن وراء كده في صور للبلسوار موجودة كانت التسمية مقتبسة من اللغة الفرنسية وكان مشهور جدا جدا البلسوار ده على شعوات إسكندرية يمكن يعني الناس اللي هي يعني كبيرة في السن شوية تفتكروا ولكن انداصر مع التكنولوجيا ومع الحاجات الحديثة اللي ظاهرت بعد كده البدلات والجيت سكي والكلام ده انداصر البلسوار ده بعد كده هو قرية قوي قوي من الوين سيرف اللي هو الشراع بس الوين سيرف ده يمكن هو مادته فيبر البلسوار مادة المصنع منه مادة خشبية كان حاجة من الحاجات اللي بتميز شواطئ إسكندرية فيعني احنا حدين نعيد طراث إسكندرية تاني نعيد للأزهان جمال إسكندرية وشواطئها عشان كده ربطنا بين البلسوار وبين مسادقة التصوير الفوتوبراط الجوائز مادية ولا عينية ولا تكريم من المحافظ يعني وهل ممكن الموضوع يقتصر بس على تقديم جوائز ولا ممكن تعمل معرب لكل الناس يعني الفكرة رايحة لغاية فيه اقول لحضرتك سريعا كده احنا حطين جدول زمني ان احنا بدأنا اول مبارح وكان مفاجأة لنا بصراحة زي ما حضرتك قلت ان اول يوم للاعلان عن المسابقة اشترك تمانية وخمسين متصابت من الجنسين ومن جميع الاعمار السنية بعد كده هنتسلم نعمل ورش عمل في خلال فترة من واحد وعشرين ستة لتلاتين ستة بعد كده نستقبل اعمال المشاركة من جميع المشاركين لجنة التحكيم هتقوم بعملها من خمسة سبعة لخمستشرة سبعة يعني هتوفر لهم تدريب كمان ورش عمل فهمت من خمسة سبعة لخمستشرة سبعة لجنة التحكيم هتقوم بعملها وحيتزامن الاعلان عن النتيجة يوم ستة وعشرين سبعة ان شاء الله يوم العيد القومي لمحافظة اسكندرية موجود معالي الوزير المحافظ اللي هو حمد الشريط لو انا بزور اسكندرية سريعا جدا لو انا بزور اسكندرية بس انا مش اسكندرانية وعجبني المنظر وانت عارف انه في ناس كثيرة دلوقتي بيمتهنوا هذه المهنة وصورت شاطئ من الشواطئ دي هل ينفع اشترك ولا لازم اكون اسكندرانية؟ لا يا فنم مفيش اي مشكلة خالص احنا زي ما قلت الحرك مفيش اي شروط خالص مش شرط ان حركت تكوني من اسكندرية لو حضرت متواجدة في اسكندرية وحبيت تشترك احنا فاتحين الاشتراك لحد واحد ثلاثين خمسة كل الناس ممكن تشترك مفيش اي مشكلة خالص حتى لو هو بنخرج اسكندرية وجاء صور اسكندرية ورجع تاني وقدم الاعمال في الموعيد المحددة لها تبقى للمنشور على الصفحة الرسمية للدارة المركزية للساعة ومصائد باستقبله مفيش اي مشكلة خالص شكرك دكتور محمد عبد الرازق رئيس الادارة المركزية للساحة والمصائف بالاسكندرية اتمنى التوفيق اكيد لكل المتصابقين محب الافكار اللي برا الصندوق طبعا نزيزة وحلو فكرة بولسوار دي طبعا وكمان انا مراهن ان استانلي حيبقى لي يعني عدد من الناس اللي حتراهن بصورها عليه قلعة قايدباي بحري حيث المراكب في شواطئ حنحس ان هي نفس الشخصية لكن في شواطئ لها شخصية مميزة في اسكندرية اعتقدنا اشتركوا في القناة